من أهم عالم مشروع المنطقة التراثية بإمارة الشارجة هو متحف السوق القديم، متحف الحرف اللي شكل مساحة ثقافية وتراثية ضم العديد من الأقسام اللي خصصت لعرض وشرح الفنون والحرف اليدوية القديمة المزيد في هذا التقرير المنطقة التراثية بخور فكان تعد إحدى أهم المشروعات التي سعت إمارة الشارقة من خلالها المحافظة على المباني التراثية الموجودة بالمنطقة وإحيائها والترويج لها وتحويلها إلى مزار سياحي ووجهة ثقافية تستقطب السياح والزوار من شتى الأماكن والثقافات لتأخذهم في جولة ممتعة في رحاب التاريخ العريق والتراث العميق متحف الحرف التقليدية أو كما يعرف بالسوق القديم يعتبر من أهم عالم تلك المنطقة التاريخية فهو يشكل مساحة ثقافية وتراثية تضم العديد من الأقسام التي خصصت لعرض الفنون والحرف اليدوية القديمة وشرحها ويوفر المتحف للزوار تجربة واقعية لمشاهدة الحرف التقليدية لسكان المنطقة قديما بالإضافة إلى أنه يضم العديد من الورش والفعاليات التي تعيد إحياء هذه الحرف التراثية المهمة وتعليمها للزائرين وحيني يسعدني يكون وياي الأستاذ أنوار السلامي مسؤول الممتلكات التراثية في معهد الشارقة للتراث حسب نتحدث أكثر عن هذا الموضوع نورتين أستاذ أنوار نور نورتش حبيبتي في البداية شو هي الرؤية من تطوير إطلاق متحف الحرف التقليدية بخورفكان طبعاً تعد المنطقة التراثية في مدينة خورفكان شاهداً على تاريخ هذه المدينة وموروثها العريق حيث أنها تجسد قيمة كبيرة تعكس التطورات الحضارية المختلفة في المنطقة كما يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تسعى به إمارة الشارقة للمحافظة على المباني التراثية الموجودة في المنطقة وأحياءها وتحويلها إلى مزار سياحي ووجهة ثقافية نعم وكم عدد أقسام المتحف أستاذ أنوارو؟ شو أهمها؟ وشو اللي يميز كل قسم عن الثاني؟ طبعاً عدنا في المتحف أقسام عديدة ومتنوعة تستعرض عدد كبير من الحرف والمهن الشعبية مثل المخزن والمحسن والخياط وغيرها من الحرف وكما عدنا بعد في المحلات عدد من الشاشات التفاعلية التي تعرض طريقة الحرفة نفسها والمهنة ويستطيع الزائر من خلال هذا المتحف مشاهدة هذه العروض حيث يشعر أنه بالفعل يرى مهنة حقيقية نعم إذا ممكن نتحدث أيضاً عن موقع المتحف داخل المنطقة التراثية بخور فكان شو أهم المظاهر التاريخية اللي ممكن يشوفها الزائر عند وصوله إلى هذا المنطقة؟ أهمية موقع هذا السوق أنه يقع في الوسط بين الحارة الغربية والشرق الشرق الذي يبدأ من حصن خور فكان فالسوق يربط بين هاتين المنطقتين التي تعتبر من أهم المناطق في مدينة خور فكان وأهم ما سيراه الزائر في هذا المتحف المخزن الذي يعرض المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها في تلك الفترة كما سيشاهد محل الصائغ الذي يعرض بعض القطع الذهبية الخاصة بالنساء والتي تعتبر جزء من مهر المرأة وبعض الأدوات المعروضة مثل المرية والمرتعشة والخاتم وغيرها من أدوات الزينة التي تخص المرأة طبعاً قديماً كان معروف أيضاً تجاور محل الخباز والمحلوي وهذا فعلاً ما نراه في متحف الحرف التقليدية حيث نرى أنه فعلاً محل الخباز والمحلوي بجانب بعض يعتبر الخبز الوقافي والمحلوي الذي يصنع الحلوة من أهم الأشياء التي تكون في الفوائل وخصوصاً هذا الشيء عند كبار السن لأنهم يستردون بأكل الخبز مع الحلوة كما سنشاهد أيضاً البيئة البحرية والطب الشعبي والطب الشعبي الذي يعني يعرض جميع الأدوات أو الأدوية التي يستخدمونها النساء والرجال في معالجة الناس وكذلك الغليون والقهوة الشعبية وأهم ما سيراه أيضاً الزائر بيت الطواش يعتبر بيت الطواش من أهم البيوت الموجودة في المتحف لأن الكثير من الحرف ارتبطت بالبحر مثل الطواش والغواص والسيب فكان وجود بيت الطواش ضروري جداً في هذه البيئة وسنرى أيضاً في بيت الطواش الأدوات التي كان يستخدمها مثل الميزان والتجوري والقطاع الحمراء التي تم حفظ حبات اللؤلؤ بها والدكة التي يجلس عليها الطواش وكبار رجال القوم أيضاً من الأشياء التي سيشاهدها الزائر المدبسة والغليون والبرام والصفار شو أبرز ردود الفعل اللي وصلتوا لها من زوار المتحف إلى الآن؟ طبعاً ما شاء الله جميع المتحف يعني ينبهرون بجمال المتحف يعني ما يتوقعون يشوفون كل هالحرف اللي كانت موجودة بالسابق واندثرت بعد بنفس الوقت فالحمد لله المتحف يعني جداً رائع نعم 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 بالانتقال إلى فنون التطريز والخياطة شو الوسائل المستخدمة داخل المتحف لتعريف الزوار بموهبة نساء الإمارات في فن صناعة الثياب؟ طبعاً المتحف يعرض الأدوات التي كانت تستخدم في فنون خياطة مثل الكاجوجة الكاجوجة التي ينسج فوقها قطع متقنة بخيوط الزري الفضية والذهبية وتقوم المرأة بنسج ما يسمى البادلة وهي قطعة لكزين السراويل النسائية والتلي الذي يوضع على الصدر والأكمان في ملابس المرأة كما يوجد لدينا أيضاً محل الخياط الذي يعرض الأدوات التي كان يستخدمها الخياط قديماً نفس الكرخانة والطباشير والهدوب والأكمشة الرجالية نعم وأيضاً المواطن الإماراتي معروف بتميزة في فنون النجارة منذ القدم فكيف يسرد متحف الحرف التقليدية براعة الإماراتي قديماً في تطويع مختلف الأخشاب؟ لدينا أيضاً في متحف الحرف التقليدية محل يعرض جميع الأدوات التي كان يستخدمها النجار والتي أيضاً التي كان يستخدمها النجار ويستخدمها أهالي المنطقة حيث كان النجار هو الذي يجهزها حقهم مثل المطرقة والمجدح والرندة والسكين كما يعرض للمتحف أشكال متنوعة للأبواب الخشبية القديمة والأسرة والأسرة القديمة والمناديس فقديماً كانوا أيضاً يستخدمون الأخشاب في صنع أخشاب السدر والسمر والغاف لصناعة هذه الأبواب هل ممكن لزائر أخت أنوار أن يشتري أو يقتني بعض الهدايا التذكارية من المتحف؟ حالياً لا ما يقدر يشتري لكن هناك في دراسة إن شاء الله أن نحن نوفر بعض الهدايا التذكارية والبسيطة لزوارنا إن شاء الله ماذا عن الفعاليات؟ هل ممكن أن نشوف فعاليات في المستقبل؟ وشو ممكن منها اللي نشوفها؟ بخصوص الفعاليات إن شاء الله هناك إن شاء الله خطط تشغيل الفترة القادمة والتي من خلالها سنوفر للزوار والسياح تجارب واقعية للحرف التقليدية كما ستضم العديد من الورش والفعاليات التي ستعيد إحياء وتعليم هذه الحرفة وبالنسبة لدولتنا الطيبة صنفت من أفضل الدول على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا كيف طبقت إدارة المتحف أهم وسائل الوقاية والحماية للزائرين؟ نعم طبعا قمنا باعتماد تطبيق بروتوكول الإجراءات الاحترازية المعدة من الجهات المختصة في الدولة واتباع كافة الإرشادات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل الكمام والقفاز والمعاقمات ومسافات طبعا التباعد وبالنسبة للطاقة الاستيعابية المتحف هل عادت إلى 100% أم لا؟ وكيف يستطيع محبي المتحف وزائري أنهم يحجزون التذاكر؟ حاليا طبعا لا تزال هناك قيود على مستوى التجمعات بناء الإجراءات الراهنة لذلك نستقبل يوميا ما يقارب نحو 30% من القدرة الاستيعابية للمتحف بناء على حرص وسلامة الجميع أما بخصوص التذاكر طبعا الدخول مجانا للجميع في النهاية أستاذ أنوار هل في أي رسالة تحبين توجهينها لزوار أو لمشاهدين استوديو الضفرة؟ طبعا أشكركم لاستضافتي في هذا المكان وأنا طبعا سعيدة جدا لوجودي معاكم وأتمنى من الجميع يزور متحف الحرف التقليدية عشان يتعرف على جميع التفاصيل الصغيرة الموجودة في هذا المتحف وخصوصا عشاق التراث والناس المهتمة وطلاب المدارس وطلاب الجامعات نعم الأستاذ أنوار السلامي شكرا جزيلا على هذا اللقاء